بسم الله الرحمن الرحيم وارك اعطي لكم فيديو جديد سألتوني كتير قوي على الالوان دي وصراحة الناس كتير قوي بتفتكر للالوان دي امريكي فتعالي اقول لكم بقى الوان البالين دي ايه سيني ولا امريكي واسعارها ورنجي اسعارها ونقدر نعملها ازاي والديكور كده كله على بعضه ودونيته يعني صراحة الفيديو ده ممكن يكون 12 دقيقة بس 12 دقيقة مليان افكار مختلفة تماما عن كل فيديوهات اللي فاتت تمام طبعا البوكسات بتاعت وان دي انا عملتها معاكم قبلي كده عملت البوكسات اللي هي كانوا اربع بوكسات مع بعض تمام فدي بقى مختلفة شواء نفسها بالضبط مش مختلفة هي بس اللي مختلف فيها كلمة وان طبعا هنا بعد ما الايفنت خلص وحبيت بقى تصور كده واحنا الشيك شوية تشان طبعا انتوا عارفين في الشغل بنتبهدل ازاي وبنلبس يعني بنلبس اسحل حاجة تبقى مريحة بالنسبة لنا اول حاجة اللون ده لون بوني تماما اللون البوني ده شفاف زي ما انتوا شايفين كده فانا قدرت ان انا حوله لبلونة بالمنظر ده لما دخلت فيها بلونة لونها اسود من جوه الشفافية بتاعتها اختفت وبقت تقيلة يعني اربعة اقرب درجة للي احنا عايزينها تماما بدل ما كانت لونها كده تحس انه هو مش عارف اسم الدرجة بس هو لونها بوني فاتح جدا لا احنا قدرنا بدرجة دخلناها جوه البلونة نحاول البلونة من لون للون تاني طبعا الفن ده موجود ويعني حوار برضو هنا لو انتوا اخدين بالكوا او ادرتوا ان انتوا تثبتوا اللون انا هنا عملت ايفي البلونة البيش دخلت جواها بلونة بيضة عشان البيش كان شفاف شوية فما دخلت البلونة البيضة بقت لونها زي ما انتوا شايفين طيب انا بحاول اصرر عشان الفيديو ما ياخدش مننا وقت كبير طبعا البوكس ده انا قلتلكو فوائده قبل كده في فيديو لوحده عملتلكو فيديو عنه بسعره ومنين والفوائد بتاعته مهم وغلقة او كده طيب انا بحاول في الفيديو ده ان انا استخدم البوكس ناس كتير قوي قاعدت تقولي هو فعلا مهم جدا وفيديو كوروات كتيرة جدا جدا مهمة بيه فانا من دهار ده قلت بما ان انا هستخدم حجمين كده حجم كبير شوية وحجم وسط فاللي هو يعني نجر فقلت اجرب معيك وطبعا ما ركبتوش كامل مرددش ان انا اخدوا متركب برضو عشان الحجم بتاعه فركبتو بس كده اللي انا هستخدمهم يبقوا هما اللي في وشي وخلص طبعا قدرت ان انا اربط البلونتين مع بعض البلونتين مع بعض بنربطهم عادي جدا المختلف معنا هنا بس ان نعمل ثلاث بلالين مع بعض البلونة الثالثة دي حقيقي من افضل افكار او الحاجات اللي انا عملتها ومن كنتش متخيلة انا كنت ليه بعمل اربعة اصلا تمام فانا هنا عملت ثلاثة يعني قريبين حجم واحد طبعا حاولت وده اصغر حجم اصغر شوية ممكن تعملوها حجم واحد عادي جدا انا بس كنت عايزة اشوف الفكرة كده في دماغي اشوف شكلها عامل ازاي عشان كنت اول مرة جرب اول مرة تقريبا في الفيديو ده كنت اجرب البلونتين في بعض اول مرة ان اجرب التلاثة مع بعض وكمان جربنا البوكس فبصراحة الفيديو ده مليان افكار دسم جدا وجوه يعني ما تفوتوش تقولي مثلا خلصت مرحلة لأ انت كده خلصتي فانا هقدم لأ حاولوا ما تفوتوش ولا دقيقة لان حرفيا يعني حتى اسئلتكم اللي بتقولوا لي عليها بحاول اقولكو عليها هجوابكو فيها يعني طيب ده بلون ابيض عادي برضو عشان نكون واضحين وهي نفخت التلاثة مع بعض بربط الاتنين مع بعض لما بربط اتنين مع بعض انا بربط التلتة في نفسها يعني بحطها بحطها على البلونة يعني بس يا دوب انها بتشبك بس في البلونتين وبربطها في نفسها بالزبط هحاول في الفيديوهات جاية ان انا اوضح لكم الموضوع اكتر لان مهما حاولت بالكاميرا قرب مش بين ايدي بسرعة فهحاول اعمالكو سلو موشن كده وحتى لو فيديو ستوري طبعا خط السنارة تمام عشان بس اللي مايجيش يقول لي حدش يقول لي ماي انت بتصراعي ولا في حاجة مش واضحة انا بحاول اباينه هو على قد ماطر بربطه بلفه على بلونة كده بس وبربطه ممكن تربطه عقدة واحدة او عقدتين عايزي جدا عشان يبقى ايه مايفكش معاك ويبقى متين تمام يبقى دي اول حاجة دي القعدة بتاعتها انا هحطه وعلى فكرة حور لف البلونة ان احنا نلف الخط السنارة على البلونة ده في فكرة تانية افضل هبقى ارهلكوا بقى فيديوهات جاي تمام لاني دي كتقوي مرة برضو ان انا استخدم ده الفيديو ده على فكرة من فترة كبيرة من فترة كبيرة جدا بس ايه بصراحة من كنتش عارفة نزيله لانه هو كان كان كبير جدا كان مدته عالية قوي فان انا اضغطوا دي ببقى لقيت بقيت بقيت بقية بواجه صعوبة جدا فيها طيب انا هنا بدخل طبعا تقدروا لو انتوا راحين الايفنت من قبلها تقدروا تدخلوا البالين دي في البيت انتوا بقى تكونوا انتوا مزبطين شغلكوا علشان ما تروحوش موضوع تدخل الالوان ده ياخد معاك وقت كبير طبعا ممكن تقولوا ان كده بياخد معانا بلونتين بدل بلونة واحدة بس احنا لما نيجي نعمل حاجة زي كده ما بنعملش كمية كبيرة قوي او ايفنت بقى كبير او كده نحاول على قد ما نقدر ان تبقى حاجات بسيطة كده زي انطعم بيبقى لون معانا ايه يسند زي الابيض كده كان ساند اللون ده بصراحة كان البلونتين مع بعض صعبين جدا جدا يعني فربتهم انا طبعا بقص كتير قوي من الفيديو عشان الموضوع ما يبانش بالنسبة لكم صعب بس حقيقي حقيقي بجد مهما قدرت اوصفلكو انا ايدي حرفيا بعدها كانت بتوجعني واجع رهيب صواباي كلها كنت حاسن ان في حاجة غلط البلونتين مع بعض خلى الموضوع متين اكتر طبعا حسب البلونة برضو طبعا ممكن ده صيني دي بالين كلها صيني فلما دخلناهم مع بعض عملوا كده احنا ممكن طبعا نوفر علينا صحيتنا ويدينا والجودة ونجيب البلون الامريكي تمام بس دي بديل للبلون الامريكي اللي مش قادر يجيب البلون الامريكي تمام طيب بنربط البلونة الوحدها والبلونة دي بنربطها في نفسها تمام؟ أنا بس بحطها عليها على البلونتين اللي مع بعض وبربط عقدة في نفسها البلونة الوحدة دي هي اللي بربطها في نفسها تمام؟ بعدين بحطهم كده كان أنا بنعمل إيه؟ استند صغير ويبلف الخيط عليها تمام؟ خط السنارة خط السنارة بيتباع من 15 ل 20 جنيه حسب المكان البلالين الصيني دي كنت هقول لكم من 50 بس ما بقاش فيه 50 دا قلعي القوي لو لقيته 50 دا ويبقى نوح حواهش جدا فخلي بالكم دلوقتي الموضوع وفيه تايلاندي وفيه أنواع كتيرة جدا يعني بتبقى بداية للصيني فممكن تكون بلونة متينة شوية يعني أنا كنت جايبة كيس البلون البني دا كان أنا ما أتذكر عشان أنا الموضوع من فترة تقريبا كان بتسعين جنيه والسود كان بسبعين أو العكس يعني حاجة كده وانتو بتسعروا الشغل بتاعكم وانتو عميل بلونتين في بعض دي خلي بالكم لإنها هتاخد مجهود كبير جدا منكم وإديكم هتتعبكم جدا ممكن تقدروا بعدها شوية ما تشتغلوش أنا أطرافي وجايتني جدا تمام؟ أنا برضو لبيش دا على فكرة هو آه درجة كافية شوية بس أنا لما دخلت جوية اللي بيض فرق جدا في شكل فعشان كده برضو دول بلونتين في بعض عشان بس الموضوع بننفخ إيه تلاتة حجم وسط وحجم إيه اللي بعدهم بيوقع أصغر شوية علشان ممكن كمان تنفخوه على فكرة مأس واحد عادي جدا عايز أقول لكم إن بعد كده ما بقيتش بعمل بسطلس بوكس وبقيت بعمل بعيني عادي جدا بين صعوبة البلونة صح؟ خلي بالكم ما حبيتش إن أنا حط البلالين على الأرض على طول أنا سندها على البوكس آه تخوفا إنها ممكن طبعا تفرقع عشان بس الناس اللي بتقول لي فيه بالين بتفرقع بسهولة نحاول نحافظ إن ممكن شوية تراب عليها يفرقعوها فبحل إن أنا مثلا أسندها على أي حاجة قدامي بحيث إنها ما تجيش على الأرض أنا هنا سندها على السلندرات طبعا أنا عملت معاكم فيديو الواحده قبل كده عن السلندر والباك والحاجات دي وإزاي بنغلفهم إن شاء الله ممكن في فيديوهات الجاية أحاول أعملكو برضو حلقة كده لوحدها عن السلندرات والباكات والحاجات دي حط الألوان فوق بعضها زي ما أنتوا شايفين ويبلف الخيط عليها ممكن تستخدموها أو ممكن لو مش عارفين تلفوا الخيط ممكن تتعاملوا مع الخيط أكنكم بتعملوا ستندر خلاص عملنا العمود تمام نقدر بقى نشوف بس مقاسه كده وطوله تمام ولا لا البلونة الماكارونا دي صراحة اختراع يا جماعة اختراع 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 وبرضو في تثبيت اللي على الباك أنا ما عملت باك قبل كده وما كنتش مستخدمة البلونة الماكارونا فعلا البالين كان بتفرق بصوا بقى الفكرة دي البلونة بتبقى زي الأستيك فطويلة نقدر نلف عليها يعني بصوا أنا بس ايه همسكها عند البوني دي هربطها ربطة صغيرة جدا ممكن تلفوها على البلونة وممكن لو انتوا خايفين البلونة تفرقع معاكو يعني تحطوها في الخط السنارة يعني ازاي البالين دي كلها ملفوفة على خط السنارة في النص بس هو ده بقى لنقصدي عليه نربطها في الخط السنارة نفسه اللي هو شايل البالين دي سبتت معانا نقدر برضو لو انتوا حاسين ان هو محتاج الستاند محتاج يثبت أكتر نقدر نعمل ايه نقدر نربطه طبعا من آخر الباك كده برضو نعمل كمان واحدة بلونة مكارونة بعد كده بقى بصراحة بقيت استخدم المكارونة وبجيب منها كيس كيس المكارونة على فكرة مش المكارونة اللي احنا بناكلها المكارونة دي بكامية مي عايزة أقولكو تقريبا أنا كنت جابة كيس بـ 80 جنيه 85 جنيه مش عارفة ليه دي طبعا الفكرة دي عملتها معايكو برضو قبل كده فهشوفوها بقى في فيديوات اللي فاتت لو انتوا حاسين انها ايه صعبة عليكو اقو كده بنفخ بلونتين بس مع بعض ومعطوها بيبقى لطيف جدا بيوفر معاي بدل 4 بالن وبدل ما نجيبي كيس اللي هو الصغير الغالي ده أنا هنا نفخ تات بالن مع بعضو برضو بالمكارونة دي وبدأ اني هربطها برضو فهربطها ممكن نرفعها على أي بالونة جاي منتوا عايزين وبرده لو خايفين ممكن نربطها في خط السنارة اللي هو في النص ده عقدة بس صغيرة بس تمام ممكن نستخدم طبعا اتنين زي ما انتوا عايزين يعني هنعمل واحدة فوق كده وواحدة تحتها على طول جنبها ممكن تستخدموا واحدة كبيرة خالص 3 بالين كبار حجم كبير هيوفر معاكو برضو دول بصراحة احسن بكتير جدا من انه هننفخ اربع بالين مع بعض وانه يلف على خط السنارة ويلف على الستاند يبقى الموضوع صعب وشكله كده بصوا بقى شكله ادى فيليوم عامل ازاي لا بجد يعني انتوا حسنين ان الموضوع في فيليوم كده وحلو صح ولا انا بس اللي حست كده حاجة بقى كمان فكرة تانية عشان بس لو انتوا حسنين الافكار كلها ان ما فيش فكرة لأ بصوا بقى انا برضو ربطت دول بالمكرونة ودي واحدة وسط شوية والتانين كبار ربطت دول في اول بالونة ودي في اخر بالونة عقدة بس صغيرة جدا بين البالين عقدة عملت ايه بقى بصوا ادتني مساحة كمان اكبر يعني قدرت ان انا كمان اخلي العرض بتاعها اكنا انا عاملين بالعرض بصوا بقى يعني حقيقي ساعتها بصوا ايدي خدت بالكم من ايدي بس وانا بعملها كده من القلم اللي كان فيها ساعتها ما علينا كله بيهون يعني مفروض مفروض الفيديو ده يجيب مليون لايك اصلا كده 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 فيه هنربط بقى هنا كمان دي البالونة طبعا بعد كده فيه الوان منها بالونة من القناة دي فيه منها الوان يعني ممكن تجيبه منها حتى كروم انتم متخيلين طبعا فيه منها الامريكي بقى وادفع يا جماعة ادفعوا تمام دي بقى صيني عادي بس كان الوان كده كان عندي كيس اصلا الوان كتير مع بعض فقلت استغيله يعني تمام بصوا عملت هنا برضو ثلاثة شغيرين وثلاثة كبار وبتحط بس كده ممكن تلفوه لفة لو انتم خايفين هو يفك بصوا بجد الفيليوم قده فيليوم قد ايه اعتقد اني كنت ببص فيه كرة جدا بنفسي يعني حاسة من افضل المرات اللي انا عملت فيها بلون برضو عملت نفس الفكرة ثلاثة مع بعض وايه البلونة المكارونا دي عامنا زي الأستك فبتمت معايا فيعني بتمت معايا جدا تقدر نستغلي منها البلمانزر ده نستغلي منها نستغلي المساحة بينها ممكن نستخدم أستك لانا ما كنش معايا كمية كبيرة بصراحة من مكارونا فممكن استخدمت الأستك ده في البالين اللي هيا دي البالين دي انا عملتها معاياكو قبل كده وممكن اعملهلكو بعد كده بإذن الله يعني هتلقوني برضو بقولهالكو كده كل مرة في فيديو طيب عبارة عن ايه ماء بلونة صغيرة وبلونة صغيرة والبلونة الصغيرة بقسمها بالنص وبلفها ونفس الفكرة التاني اهو بس انا بلفها لفها صغيرة بس يامكو تكون صعبة جدا برضو من الحاجات اللي متعبة جدا في الإيد والتانية برضو بقسمها نصين وبلفها بتوفر برضو معانا زي ما قلتلكو قبل كده طيب يبقى احنا بنوع بلون واحد بحجم بلون واحد نقدر نعمله كل الأحجام معا طبعا الحجم الكبير خالص يعني خلي بالكو بقى الحجم الكبير دي خالص بقى دي لازم نشتريها وفينا طبعا امريكي في منها الصيني بس الوان محدودة خالص يعني وقدرنا الحمد لله نخلص الديكور الروعة ده طبعا وان دي قلتلكو قبل كده البوكسات دي انا عملتها معاكم في فيديو لو حبينا عملوكم البراشوت ده برضو قولولي في الكومنت